اشتركوا في القناة في كل عام يصدر تقريراً بالتشاور مع هيئات دولية ومع مراكز خبراء أو مراكز أبحاث دولية هذا التقرير الذي صدره سنوياً عن مؤشر السلام العالمي قبل أيام أصدر محضة اقتصاد والسلام في العاصمة الأسترالية سيدني آخر تقرير إليه الذي يحمل مؤشر السلام العالمي لعام 2021 عندما تقرأ هذا التقرير تصل إلى نتيجة وتبحث عن العراق تجد أن العراق بعد 18 سنة من ادعاء الديمقراطية والحرية والعراق الجديد والازدهار والانتخابات والأحزاب والكل هذه الكذبة الكبيرة والتحرير ومكافحة الإرهاب لا أعرف كل هذه التسميات الغريبة عجيبة التي سمعناها طوال 18 سنة بعد كل هذا تجد أنه من بين 163 دولة في مؤشر السلام العراق في المرتبة 159 في آخر أربع دول في مؤشر السلام العالمي دولة فوضى بلا سلام يعني هو خارج تصنيف السلام فعليا خارج تصنيف السلام فأنت تتساءل إلى أين يذهب هذا العراق إذن؟ ما هذا الكذب الذي يدعونه؟ هذه الميليشيات، هذه القوى، هذه القوى العملية السياسية، حزاب هذه 18 سنة تكذب على الناس وبالتالي إلى هنا يقودون العراق إذا كان العراق في هذا المؤشر بالمرتبة 159 دولياً وبالمرتبة 16 عربياً بين الدول الأقل سلاماً مفقود السلام، دولة خارج تصنيف السلام طبعاً المؤشر السلام هذا السلام العالمي يعتمد على ثلاثة معايير أساسية ومعايير كثيرة لكن ثلاثة معايير أساسية المعيار الأول مستوى الأمن والأمام في المجتمع والعراق كما هو معروف، معدوم مستوى الأمن لا وجود لهذا المستوى لا وجود له قياس يمكن أن تقيس عليه الأمن والسلام في المجتمع فوضى سجون اعتقالات تغييب اغتيالات اعتداءات قضاء مسيس مصيبة كبيرة فوضى في كل الاتجاهات فبالتالي لا يوجد السلام المواطن غير آمن لا في بيته ولا في الشارع ولا في مدرسته ولا في جامعة ولا في مكان عمله ولا في الشارع ولا في أي مكان وبالتالي كثير من العراقين يهربون خارج العراق الآن عدد العراقين الذين في خارج العراق أكثر من عشر ملايين عراقي المهجرين وصلوا إلى ست ملايين ونصف مليون مهجر الآن النازحين هم نتحدث عن النازحين الآن بحجود مليونين نازح ما زالوا يطردونهم ويقفلون مع عسكرات النزوح وعودوا إلى بيوتكم هي لا وجود البيوت لهم بيوت مهدمة ومدمرة مدن مدمرة مدن منتهية يكذبون يصورون الأمر بطريقة وبأخرى قبل يومين ينشرون خبر في المحطات التابعة للحكومة عن نافورة الموسيقى التي أقاموها في مدينة الموصل مدينة مخربة مدمرة جثث ما زالت عظام الناس تحت الأنقاض لم ترفع ابني البيوت وبني الشوارع وبني مستشفى وبني مدرسة وبني جامعة وبني وعد الناس إلى بيوتهم وفر لهم الغذاء والدواء والعمل وبالتالي تكلم لي على نافورة وغير نافورة المعيار الآخر تحدث عن الصراع المحلي والعالم العراق في صراع منذ 18 سنة لحد الآن والميليشيات تتصارع والعصابات تتصارع والدولة تتصارع مع وإذا كانت هناك دولة حكومات هذه بكل أجهزتها الأمنية تتصارع مع الشعب الشعب يخرج مظاهرات تقتل وتعتقل وتجرحها وتتهمها باتهامات وتختالها وبالتالي فوضى عارمة وأوضاع العراق مع كل جيرانة متوترة ولولا الهراوة الأمريكية لكان كل دول الدنيا قرطعت العراق ولولا الدول الكثيرة تستفيد من العراق بسبب أن العراق يمتلك موارد من النفط 11% من النفط العالمي يمتلكها وتسعة بالمية من الفوضفات العالمي وبالتالي مواردها كثيرة وثمينة والناس تحتاجها ومصالحها تجعلها تتعامل مع العراق وإلا فأن القطيعة كانت ستكون هي الحل الوحيد وهي الموجود في علاقات الدول مع العراق إقليميا ودوليا النقطة الثالثة درجة التزود بالقوة العسكرية عسكرة المجتمع المجتمع كل يحمل سلاح السلاح منفلت في كل مكان ميليشيات تحمل سلاح الإصابات تحمل سلاح الناس تحمل سلاح الكل يحمل السلاح أطفال وكبار والسلاح يباع في الشوارع كما تباع البطاطا ويباع البيتنجان ويباع تباع كل هذه المواد والخضر التفاح والفواكه كارثة كبيرة في العراق ويرد على ذلك مستشار لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مستشاره يرد يقول أن التقارير تتحدث عن انخفاض المخاطر في العراق حسب تقارير الدولية كما يقول أين هذه التقارير؟ وأي جهة دولية تقول أن المخاطر في العراق قد انتهت وأن الأمن قد تحقق في العراق؟ القاضي الكذبة من أين تأتون بها؟ يكفي كذباً عيب بعد 18 سنة من الكذب الناس ما عادت تستحمل أن تسمع كذبكم الشيء الآخر يقول أن التقارير الدولية أكدت انخفاض مستوى العسكرة في المجتمع كيف هذا؟ الميليشيات من 5-6 ميليشيات الآن لدينا أكثر من 100 ميليشيات من ضوية تحت الحجد الشعبي وتصرفوا كيفها وتستعرض سلاحها وتهدد الحكومة وتدخل إلى المنطقة الخضراء وتسقط الدولة وتقطع شوارع وتعتقل الناس ولديها سجون ومعسكرات ومدن مسيطرة عليها من جرف الصخر وغيرها ولا أحد يستطيع أن يتكلم ومنافذ حدودية بأمرتها وموانئ وأرصفها بالموانئ ومطارات كلها بأمرتها عن ماذا تتحدث؟ أي عسكرة هذه؟ يعني أي مستوى من العسكرة من المجتمع قد انخفضت؟ العشائر كلها عندها سلاح يومي صراع العشائر يستخدمون بكل الأسلحة الثقيلة والخفيفة حتى أن بعض العشائر لديها دبابات ويتحدث لي عن مستوى العسكرة في المجتمع قد انخفضت يعني عيب هذا الكلام هذا عيب من أين أتيتم بهذه التقارير؟ التقارير الدولية إذا كان وإذا كان كذلك لماذا يعني موحد السلام العالمي يصنف العراق بالمرتبة 159 بين 163 دولة وخارج تصنيفات السلام هذه كذبة كبيرة يعني مثل مواشر الحرية أيضاً مواشر الحرية أيضاً العراق خارج التصنيف هذا لأنه يعتمد هذا يقول على الحريات الحقوق والحريات يتمتع به الأفراد وهذا غير موجودة في العراق يتمتع تعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية وهذا غير موجودة الناس الظاهر يقتلوها ويعتقلوها ويتهموها بالاتهامات وجوكريا واتباع السفارات ومعرف من يقتلوهم والميليشيات تتوعدهم وتهددهم فالقضية الآن يعني الحقيقة كارثية في العراق والعراق من سيء إلى أسوأ بعد 18 سنة من الكذب على العراق من هذه التجربة الرثة من هذه التجربة العقيمة وإذا بالعراق بهذا المستوى وبهذه هي التجربة التي بنتها أمريكا ولا تقول أنها ستكون نموذج للعالم وهذه هي التجربة التي بنتها هذه الأحزاب التي تدعي أنها جاءت لمظومية العراقيين وأنها جاءت لتحرير العراق وأنها جاءت لبناء العراق هذه التجربة أكثر بلد فسادا وأكثر بلد خرابا وأكثر بلد فوضى مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى ترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة